اشتركوا في القناة عين الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن مزيد الأمين ما عجب المأمون فعزل المأمون ونصب ابنه المأمون رفض وحارب وقتل الأمين وبعدين رادي الصالح مع بني العباس عين المعتصم وليا للعهد أو معاوية ابن أبي سفيان عين من بعده يزيد ابن معاوية وفرض على الناس البيعة له هذا الدعب الصلاطين أما بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة لا يوصون إلا من أمرهم الله به يوصي أن يكون هذا من بعدك نبياً أو من بعدك يماماً قد نبي من الأنبياء يقترح الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لذلك الاقتراح وقد لا يستجيب لذلك الاقتراح يعني الله سبحانه وتعالى كما اصطفى موسى اصطفى هارون وكما عصم موسى عصم هارون فلما بعث موسى موسى اقترح على الله سبحانه وتعالى أنه هارون أيضاً يكون معه نبياً ليكون ردءاً له الله سبحانه وتعالى عيّن هارون نبياً مع موسى لأن موسى هو الذي عينه للنبوة الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون علي بن أبي طالب عليه السلام الإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولعظمة هذا العهد الله سبحانه وتعالى ما بلغ الرسول بذلك عن طريق جبرايل كلا في المعراج حينما الرسول صلى الله عليه وآله عرج به الله سبحانه وتعالى إلى السماء هناك كلم الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بخلق الصوت فبلغه بإمامة العم عليهم الصلاة والسلام أولهم علي بن أبي طالب لذلك مو الإمام السابق هو الذي يعين الإمام اللاحق لا وإنما يبين للناس إذا ما في تقيه يبين بشكل عام كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصاية وخلافة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بعده في مواطن كثيرة كان منها يوم غدير خم وأخذ البيعة في يوم الغدير الفرق بين يوم الغدير وسائر الأيام أن في سائر الأيام مثلا في منا في نفس السنة في العام العاشر من الحجرة بلغ الناس وكذلك في يوم الدار في مكة المكرمة وأنذر عشيرتك الأقربين بلغهم وبينهما أيضا بلغ لكن في يوم الغدير أخذ منهم البيعة من أهل المدينة ومن حولها أخذ منهم البيعة لتتم الحج عليهم أكثر فالرسول مجرد واسطة يبلغ ما أراده الله سبحانه وتعالى في ذلك ترجمة نانسي قنقر